موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة رمضان إحنا يعني باقي أيام قلائل ويرحل هذا الشهر الكريم نسأل الله أن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم وأيام قلائل وهيجي لنا عيد الفطر المبارك عيد بقى الكحك والبسكوت والآخر حد كلها يمكن نهاردة هنتكلم في حلقة جديدة هنتكلم عن الأكل الأكل شهوة من الشهوات اللي ربنا خلقها في الإنسان فينا وربنا قال اكلوا من طيباتي ما رزقناكم يعني فتحنا الأكل هنأكل ولكن جاء في آية من الأخرى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا يبقى هنا حدد فينا هنا الأصراف ليه لأنك لو أصرفت في في الأكل هيبقى فيه عقاب عقاب ده عبارة عن مرض وعن علاج لهذا المرض هنتكلم النهاردة على السمنة ومخاطرها وأخطارها إيه وما ده خطورتنا في المجتمع عندنا يعني ليه لانديا بتأتي نتيجة إصراف الأكل وهنقول الإصراف لكل نعمل الأنواع الأكل بيعمل إيه وإيه مشاكله وهنعالجه إزاي ربنا بيعاقب العقاب إزاي و سأل العقاب بأن أصرف أدوية أصار على هذا الشيء أو أعمل عمليات أجري عمليات أو الأخير تصليحا للإصراف اللي أنا أصرفت اللي أنا ما سمعتش أمر بنا وكلت وأفرطت في الأكل إيه السمنة الأول ومدى نتشارها السمنة يمكن في معظم البلدان الصناعية الوقت كانت السمنة من عشر خمساشر سنة أو من عشرين سنة كانت حوالي في البلدان الصناعية الكبرى يعني كانت حوالي من ساعتاشر إلى عشرين في المئة تقريبا دلوقتي تقريبا وصلت لتلاتين واحد تلاتين في المئة يعني تقريبا من تلت السكان عندهم سمنة أو بدانة زمان كنا نتكلم على السمنة أو البدانة يعني صحة وعفية ومنبقى مبسوطين أو من لحد يعني صحة وفي بدانة عنده لحد كلها لكن أخيرا بدانة ننتبه أن السمنة مرض متعدد ويصيب أجزاء الجسم المختلفة ويسبب مجموعة أمراض مختلفة طيب السمنة دي بنحددها لها درجات فالعلماء حددوا الدرجات السمنة دي بلا يحسبوا حاجة اسمها مؤشر الكتلة الجسدية بيحسب وزن الجسم ويقسمه على طول الجسم بالمتر يعني لو طوله 170 سنتي يبقى 1.7 من 10 يبقى مربع طول يعني 1.7 من 10 في 1.7 من 10 الجزر التربيعي بتاعهم ده في المقام في البص في المقام والبص الوزن بيطلع رقم معين بنسميه مؤشر الكتلة الجسدية او بالانجليزي body mass index فبنقول لو طلع الشخص الطبيعي فينا من 19 الى اقل من 25 لو بدأ اننا من 25 الى اقل من 30 يعني 29 و19 يبقى ده عنده بنسميها السموة العلماء برضو انها زيادة في الوزن يعني اللفظ كده كريم شوي اقولك ده وزن زايد شوي طيب لو عدت من 30 بقى الى اقل من 40 يعني الى 39 و19 دخلنا في درجة متوسطة من درجات السمنة لو طلعنا فوق الاربعين بقى حاجة ما سمنة مفرطة طيب احنا المشاهد مش هيقعد ياخد ميزان ويزن نفسه ويبعين يسطوله ويجيبك الكليتر ويحسب تقريبا بنخصم 100 من طول الوزن بالسانتي لو واحد وزن 170 يبقى تقريبا متوسط وزن ما بين 70 اقصى حاجة تبقى 75 او 80 الوزن المثال بتاعهم ما زاد عن ذلك يبقى فيها ايه سمنة وخطورة ايه مخاطر السمنة انت بتقول ان السمنة مرض لا ده بيأثر على كافة اجهزة الجسم يعني السمنة او البدنة هنكلم برضو زي نعرفها تاني في احد المخص تاني غير الوزن والطول فيه بنقيس محيط البطن بالسانتي ما سابق بين البطن ومحيط عند الفخزين او عند الحوض يعني او قاد بنقيس محيط الساعد بتاع الجسم او قاد بنقيس سمك جدار الجلد سواء في الزراع او في البطن ونشوف سمك الجدار قد ايه ده من احو كل دي كلها مقاييس للسم يبقى زي ما قلنا السمنة عبارة عن زيادة في الوزن عن الشيء المثالي وحددناها قلنا فيها درجات فيها وزن زائد او سمنة متوسطة او في سمنة مفرطة اللي هي فوق المؤشر الكتلة الجسدية فوق الاربعين طيب اما بيجي لنا عيان عنده سمنة بنعمله ايه من التحاليل اللي هي بنحتاج نشوفها له بنضطر نقيس له السكر في الدم بنقيس الدهون في الدم بنعمله وظايف كبد بنعمله الهموجلوبين السكري اللي هو الهموجلوبين A1C دي من الحكايات اللي احنا بنعملها للإنسان ليه الكلام ده كل اللي بقول السكر والهموجلوبين السكري وناخد وظافة الكبد لأن من الأعضاء اللي بيأثر فيها دايما السمنة هي الجهاز الهضني والجهاز يعني السكر والضغط والحيات دي كلها الأجهزة الأخرى بنجد إن السمنة بتأثر أكبر من الأجهزة اللي بتأثر عليها القلب والأوعياء الدموي القلب هيعمل ضغط يعمل تصلب شرايين تصلب شرايين في القلب يعمل الزبحات الصدرية لو جات في الأطراف تعمل اللي هو ضمور في الأطراف أو بتعمل غرغرينة لو جات في شرايين المخ تعمل جلطات المخ أو نزيف المخ أو قصور في الشرايين المخية والذي بيصاب بعض النوبات اللي هي بتؤثر قد تؤدي إلى الشالة النصفية أول حد كلها بتؤدي إلى مرض السكر الناس اللي عندهم سمنة عرضة أكتر لمرض السكر يبقى عرضة أن يجيله ضغط عرضة أن يجيله سكر مع السمنة مع السمنة أصبح فيه ثلاث أسهم تخيل لو أنه ضربت الجسم بسهم بيوجع بسهمين بقى أكثر حدة بقى ثلاث أسهم بقى الحدة أكبر بيأثر بنيجي في المرارة الناس اللي عندهم السمنة حصوات المرارة عندهم أكثر ومشاكل أما بيجي في الكبد بقى بيؤديني إلى الكبد الدهني وقد يتأثر هذا إلى نوصل للتهابات في الكبد يوصل إلى تريب في الكبد ويؤدي في الآخر نتيجة فشل الكبد كما زي بالضبط فيروس سي أو فيروس بي الموبي يصيب الكبد بنيجي على المعاوى القولون ده إن الناس اللي عندهم السمنة أكثر عندهم أورام في القولون أكثر هتقول لي أورام ليه في القولون لأن دول بيأكلوا دايما النشويات الحياة اللي فيش فيها ألياف النباتية كتير جدا فبيبقى عرضها لسرطان القولون أكثر بيبقى عرضها لسرطان السدي في الستات أكثر عرضها لبعض السرطانات الأخرى برضو هما عندهم بيبقى أكثر من الأجزاء الأخرى يبقى داع الجهاز الهضم حتى الجهاز التناسلي بنجد أن الستات اللي عندهم سمنة يبقى عندهم مشاكل في التبويض أوقات بعض المشاكل في العقم مشاكل أثناء الولادات مشاكل مختلفة كثيرة جدا قد تجي لهم برضو أورام في الرحم وبعض المشاكل الأخرى لو بصينا للجهاز الحركي السمنة هتقدي إلى هتلقي أتأكل في المفاصل وعلى وقت خلشنا في المفاصل وألم في المفاصل تقدي إلى وجع الظهر مشاكل جدا كثيرة فيه برضو العظام نتيجة والمفاصل نتيجة السمنة حتى نفسيا تجد الناس اللي عندهم البدانة بيصاب بعض الأمراض النفسية يمكن أبسطها خالص أنه بتجي لواحد مثلا عاوز تلبس تريت شير ريبس ما تلقيش معسها مش لايش شيء حاجة تلبس فبدأ بيؤدي إلى بعض العوام النفسية حتى الجلد بنجد الناس اللي في عندهم سمنة بيقى عندهم البصور أو الحاجات الخرارية اللي بتطلب في الجلد كتير بيحصل ما بين سناية الجلد التهابات وفطريات الحقيقة يعني السمنة بتؤثر على كافة أجزاء الجسم بلاستثناء مرض السكر زي ما قلنا ممكن يبقى السكر في الناس السمنة عندهم أكتر ومشاكل فيه الناس دول بيبقوا مقاومين للإنسولين ما بيستجابوش للإنسولين كتير نتيجة السمنة اللي هي الموجودة عندهم بيكون فيه حاجة اسمها ميتابوليك سندروم بعض الحاجات العراض كده بسمنة وضغط وبعض المشاكل ومشاكل في مقاومة الإنسولين وحد كلها مجموعة عراض كده برضو تيجي دي هذا الإنسان ما نقصد دايما نقول ليه أنا بتكلم في مخاطر السمنة دي عشان بننبه الناس لحاجة مهمة جدا لأن احنا في الكبد عندنا المشاكل بتؤثر كتير جدا وكثيرا ما يأتي لنا بعض الناس جايب مع موجات صوتية وفيها الكبد مترخم أو يقول لك دهون على الكبد هو الإصطنار ما بيشوف ش الدهون ولكن هي بسموها لمعان في الكبد أو بريق دايما أما يكون الإنسان فينا في سمنة بفي كمية الدهون والموجات الصوتية بتخترق الجسم بتبدأ تنعكس على الكبد بتسميه الكبد البراق أو اللامع لكن هي مش دهون الدهون الحقيقة نحن ما بنشغل ستسمنا لازم أخذ عينها من الكبد وأقول لو فيه كبد دهني بنشوف كمية الخلايا الدهنية اللي هي داخل الخلايا الكبدية وبنحسب ها بالظبط فبيجينا دايما المشاكل في الكبد الناس من زمان من بداية التسعينات الناس في العالم أدركوا خطورة السمنة وبنحن يقول يا جماعة حسبوا السمنة فيها شيء من خطورة بيأثر على حاجات كدير جدا وبيأثر في الكبد لما بيجينا الكبد الدهون هنقول برضو الكبد الدهون هنشخصه ازاي وهنعالجه ازاي وانته هشوف الكبد محتاج ترخل مني او ما تدخلش وما بنيجي نشوف بنشوف الوظائف الكبد ازا لانها وظائف الكبد طبيعية يلا بنقول ده كبد دهني فبننصح المريض الاول ان هو يقل وزنه دايما بشوية اوقات الزوار اللي دخلوا الكبد اللي هي الخلات الدهنية هي طبعا متخش جواه الخلات الكبد ده بيدرى الكبد يجبر شوية وزاك يجي لك العيان يقوله ده عندي متعنية ترخم في الكبد ده دكتور وخايف ومرعوب اه بيعمل ترخم في الكبد الكبد ربنا خلقه نسبة من وزن الجسم حوالي 2% تقريبا يعني الكبد الانسان اللي عنده شخص وزنه 60 كيلو تقريبا هيبقى وزن الكبد بتاعه حوالي كيلو ورب طب اللي وزنه 100 كيلو هيبقى حوالي 2 كيلو طب اللازم 150 كيلو هيبقى حوالي 3 كيلو دايما الكبد بتاعت الاصفور غير كبد الدجاجة غير كبد الخروف غير كبد الفيل الكبد ربنا خلقه نسبة متوزنة عادلة من وزن الجسم لانا الكبد ده هو كبد واحد في الجسم الواحد اللي عنده كلتين عنده رئتين عنده اذنين عنده عينين فالكبد هو حاجة واحدة وذلك بيقوم بكافة بعمل كيميائي ضخم لو قعدنا نشوف الحاجات اللي بعملها الكبد بنجد ولا معامل الدنة دي بتكفيها لانا بيقوم بوظائف كثيرة جدا مختلفة ومعمل بشيل سميات من الجسم والاخير يعني الكبد ده عبارة عن نقطة الجمارك او الجوازات اللي انا ما بدخل اي بلد لازم اعدي من المطار على الجوازات عشان البسبور بتاقي يتختم بختم الدخول او ختم الخروج من هذه البلد كذلك الكبد ان كل الدم اللي جاي من الامعاء حاملا معه الاطعمة المختلفة بعد هضمها لازم يعدي على الكبد عشان نبدأ ياخد ختم الدخول ويعدم الكبد الى القلب ويخش الدورة الدموية العامة وفي دورة الدموية اسمها الدورة الدموية البابية اذا اي اكل او اي حاجة هندخل على الكبد لازم تخش تاخد الخط من الدخول تصريح الدخول وبعدين يتعامل الكبد معها مع المواد المختلفة سواء ويضيف لها حاجة او بيزود حاجة او بيشير منها حاجة او كل عنصر من عناصر الغذائية يد يقدي وظيفته اللي هو ربنا خلقه ليها يبقى زي ما شفنا السمنة ومخاطرها بتؤثر على كافة اجهزة الجسم المخاطرها كبيرة جدا جدا معددش السمنة دلوقتي صحة وعافية وفتوى لا بعدش هذا الكلام احنا بقى فيه الوزن المثالي للجسم انه ازا ما قلنا تقريبا بالبلد من شين مية من وزن الطول بالسنتيمتر يطلع تقريبا ده الوزن المثالي يزيد خمسة في المية او ينقص عشر في خمسة في المية ده الوزن المثالي اللي هو بيكون للجسم اتكلمنا على السمنة وعلى مخاطرها وقلنا على سبيل المثال في الجهاز الهضمي بقى هنجي نتكلم في جهاز الهضمي الناس عندهم ارتجاع مريء كتير جدا والتبال في اخر مريء بالدرجات المختلفة بيكون السمن عندهم عامل اساسي او من الحاجات اللي هي الاساسية الناس الستات اللي عندهم السمنة بنجد عندهم في المرارة هم اكثر اكثر عندهم حصوات في المرارة من الناس اللي هم ما عندهم شي السمنة اما نجي نتكلم على الكبد هيبدأ الكبد يتضخم وقد الزائرين الزوار او اللي هم دخلوا الخلية الكبدية اللي هي الخلاية الدهنية ممكن تعيق السكان الاصليين اللي موجودين في الخلية وبالدالي يدى تعاني وان يحصل فيه التهابات وانس ان حصل التهابات عمد السلسلة ضغطة الزناد في الرشاش العالي ضغطة واحدة بتطلع عشر طلقات او عشر طلقات ما بعرفش عرض ايه يعني من ضغطة واحدة مش كل ضغطة فقد يؤدي الى هذا سلسلة من الالتهابات وبالتالي سنخش في مشاكل التهابات كبد دي مزمنة تلايف في الكبد لو على مراحل على المدى بعيد اكثر اكثر ممكن نجيل لنا تلايف في الكبد ممكن تلايف في الكبد دون يخش في مضاعفات الكبد وبالتالي مضاعفات اهم من مضاعفات تلايف الكبد يأم ما بيحصل فشل كبد فبالتالي بنعمل تحليل الدم عشان نشوف الفشل او تعمل دواري من ريء او بعض دواري الاخرى في الاماكن الاخرى في الجسم زي المستقيم وبتؤدي الى مشاكل منها او يؤدي الى اورام الكبد وذي مشاكل الحقيقة مشاكل من شوية غير فيروس وفيروس دي احنا عارفين وعارفين القصة بتاع ده عن بعض المخاطر على الجهاز الهضمي اما بيجي لنبقى مريض وعنده سمنة زي ما قلنا بنشوف وظافة الكبد عنده اذا لانها عالية اذا معناها ان في مشكلة عنده في السمنة دي مش مجرد دهون بس الزوار العاديين بدأ يعني يؤد الى اذية او اذى لصاحب البيت نفسه اللي هو قاعد فيه فهنا بقى اصبح فيه خطورة لان السنسلة دي هتستمر قد تؤدي التياب مزمن قلنا قد تؤدي الى تلايف او ما بعد التلايف فبنعمل وظائف الكبد من دون حيث بنعملها بنعمل السكر في الدم لان الناس اللي عندهم السمنة زي ما قلنا عندهم استعداد اكثر لمرض السكر واللي بيجي لهم السكر كمان بيجي لهم استعداد اكثر لمخاومة الانسولين ما بيستجابوش للانسولين قوي فبيقى فيه مشاكل من السمنة قد عوقات يجي لهم اللي هو ما نسميه قلنا الميتابوليك سندروم اللي هو ضغط على سمنة على كبد على بعض المشاكل الاخرى طيب هنبدأ نعالج او هنتعامل ازاي مع السمنة وربنا المال يقل كلوا واشربوا انا اقول كل من طيبات ما رزقناكم الطيبات كلنا ربنا حلها لنا ولكن ربنا جاء في فعية اخرى الكلوا واشربوا ولا تسرفوا الاصراف هيبقى فيه عقاب فيه مرض طيب هننشوف كده انواع المختلفة الاكل المختلفة ماذا لو اصرفنا فيها احنا لو خدنا حتى الفيتامينات لو اصرفنا فيها هتؤديني الى بعض المشاكل وبعض الامراض الاخرى نيجي النشويات اللي الحاجات السكريات والنشويات كلي وصفة عام كلت كتير جدا منها ربنا خلق النشويات دي للطاقة بتطلع لطاقة لبنا باخد الطاقة من المواد النشوية والمواد الجرام النشويات بيديني حوالي اربعة كالوري الجرام الدهون بيديني حوالي تسعة كالوري قد جرام النشا مرتين ليه انا محتاج النشويات ومحتاج البروتينات كمان دي البروتينات دي عشان خاطر ابني بيها ربنا لما خلق الهضم في جسم الانسان بدأ يعني ايه اهضم معناه ان انا بحول المواد اللي بكلها الى عواملها الاولية افتتها خالص ان انا اخد العوامل الاولية بتاعتها فبنجد النشويات بناخد اللي بيها طلع منها الجلوكوس انا محتاج الجلوكوس ده عشان عملية الاحتراء في الجسم والطاقة اللي هي بيامد بها الجسم في الدفء او في الحركة او 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 الاخر الدهون ابردو هنقول بتعملين ايه في الجسم الو سلام عليكم سلام عليكم ازاي يا صديقي ازاي دكتور كل سنة طاية وانت بالصحة سنة تفضل عندي مشكلة دكتور والله من بأكل النهضة يوم كله وحاسس بنغذ جهز في القلب وقلب في المهدد حاسس بايه كانت اول مرة تجيني بالطريقة دي فيه نغذة جامدة في القلب وقلب كم سنة الاول انا عندي 28 سنة 28 سنة اه هو طبعا ايه تاني في ايه مشاكل تاني عندك لا هو ما فيش هو اللي كانت عجمي جامد من النهار ده حوار القلب هل بتحس بحمودة او بحرقان في القلب بتحس بحمودة او حرقان في القلب لا او بتاكل حس الاكل واقف على فم المعدة نعم او بتحس انتواكل الاكل بيقف على فم المعدة خفيفة دي ممكن تجي خفيفة خفيفة او ان انا حتى انا اخذ نفتي جامد بحس ان القلب يعني مش واخد رحته رجب تعجني دي ممكن بقليها علاقة بالاكل اه طبعا طبعا انا هجاوبك على السؤال ده الرسول عليه السلام لما قال ايه ما بلأ ابن قاد موعاء ان شر من بطن فان كان ولابد فاعلا فسلس لطعام تلت معدى وسلس لشراب وسلس لنفس نفسه يعني ايه هو هيقض نفس من معدته اه المعدة على طول الرسول عليه السلام لما درس ناحية التشرحية لكن المعدة او في الجزء العلوي من البطن اسفل حجاب الحجز 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 ده من وظيفته انه دايما عمال ينقبض وينبسط كل مع كل تنفس شهيق ينقبض وزفير ينبسط وهكذا طوال اليوم بيعمل هذا الكلام اما احنا بنأكل زيادة ومنملى المعدة على الآخر الوسادة الهوائية اللي هي كانت تحت الكبد عمال يطلع وينزل في شيء من الهوى بلقت تعوق حركة الحجاب الحاجز بيانتق عن كده ايه انك مش قادر تاخد نفسك او يجي لك كرشة نفس زي ما بيقول يبقى دي حاجة من الحاجات اللي هنقصر لما قال بحسب ابن آدم من لقيمات يقمنا صلبة يا دوبك احنا بنعيش عشان ناكل او لو بنقل عشان نعيش لو بنعيش عشان ناكل هنأكل الجنة السمنة والبدانة اللي احنا نتكلم فيها في هذه المشكلة لو بنأكل عشان نعيش بقى بناخد ما نحتاجه فقط لغير عشان نقدر نعيش اكمل معكم هذا الاتصال الو الو عيد فضل اسم محمد السلام عليكم السلام وبركاته يا اهلا وسهلا ازينا دكتور مساء الخير يا حبيب ازاي عشان نسي يا ونور على حركتك صحة الصحة الصحة cross السلام ألم في بطنك وصدرك فين في بطنك بالظبط دا مش بطنك في نص الفدري في هنا في نص الصدر ألم في نص الفدري أه المضا Rod يعني مش بيسمح في الكتاب ولا بيسمح فدور ولا بيسمح في أي حاجة من الخير الليا كم سنة يا أخ محمد؟ سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين لا 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 أنا عندي حساسية في صدر من زماني حساسية في صدر اه ماشي اي تاني؟ ده الموضوع اللي علينا باستمرار يعني ممكن أبقى معاكم دكتور أثناء بثلاثين وحياني يعني الألم ده مصدر يعني ألمني بصراحة يعني مش عارف الموضوع ده بثلاثين طيب أثناء البلع في مشاكل في البلع ولا حاجة؟ لا 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 الحمد لله الألم ده بقاله فترات طويلة معاك؟ ايوة بقاله فترات طويلة بيانتق عن أنواع معانة من الأكل ولا ملوش علاقة خالص بيها؟ لا 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 ملوش الأكل ما أصرش معه خالص ولا في أي صعوبة في البلع ولا حاجة خالص نهاية؟ لا 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 اوة طب أنا حاضر هجاوبك على السؤال حاضر طب يعني وانا هجاوبك حاضر دايما كثير مننا بيحس بعض الألام في منطقة وسط الصدر هنا أو في أعلى البطن هذا الألم قد يكون ناتج من أمراض في المريء أمراض في المعدة في الإثنى عشر قد يكون بعض المشاكل في القلب ولازم ننتبه لهذا الشأن هل المريض عنده ضغط أو عنده أو بيجيله بعض لها علاقة بالمجهود أو اللي حاجة تكون لها بنسأله هل في معاها بيتمح بعض الأعراض الأخرى بنسأله الحقيقة لو الوضع ده بياخد الأولى هم ندي علاج مفروض مبدئيا لمدة أسبوعين أو شهر إذا ما استجابش العلاج بالحقيقة في الحالة دي بنطلب منه ليعمل منظر معدة نشوف إيه أسباب الألم اللي هو فيه منتصف الصدر اللي بتكلم عنه فأسبابه كثيرة يعني زي ما قلنا أسباب في المريء أسباب في المعدة أسباب في الإثنى عشر أسباب في القلب أسباب في الصدر نفسه أسباب في بعض الحياة الأخرى ففيه أسباب كثيرة جداً للألم في منطقة وسط الصدر عند أي إنسان فيه فهنا بالنسبة للأخير المشاهد يعني بيروح لأقرب طبيب لجهاز الهضمي بيكتب له علاج الأول بيدي علاج مبدئي لمدة أسبابين أو شهر نشوف الاستجابة إيه إذا ما تحسنشي بنطلب نعمل المنظر المادة أو نبدأ نطلو بعد الفحوص الأخرى ألو أين سمع عليك؟ أتفضل سمع عليك؟ أعيب على إيه يا سؤالي؟ أتفضل سمعك أنا عندي النفس النفس صعب عليّ لما تنفس كده كل عشر مرات كده عد النفس ما يطلح سليق معايا كده أنت عندك وزنك كم كيلو؟ وزنك كم كيلو الأول؟ وزن وزن 93 93 كيلو وعندك ستين سنة وعندك كم سنة؟ وعندك ستين سنة وزن 23 كيلو سنة وزن 70 أو 172 وعندك كرشة نفس أو تعب في النفس؟ نعم كرشة كأنني بمتكفش من خلق مئة؟ من هنا؟ النفس ستقيل النفس ستقيل وإيه ثاني؟ هل لما بتعمل المجهودة للحاجة؟ نعم تحس بتعب؟ ألما بتعمل المجهودة للحاجة؟ بيع فيه تعب طيب حاضر حاضر أجاوبك على السؤال يمكن هنا وأنا بتكلم في الحلقة في الأول خالص قلت في بعض المشاكل بعض المضاعفات السمنة وقلت من ضمنها بعض الحاجات في التأثر في الصدر منها الخنقة اللي بتيجي الإنسان عند النمأ وقات أو النهاجان أو الحد كلها وقلنا من ضمن المشاكل يعني هو الأخ المشاهد وزنه 60 سنة طوله حوالي 170 سنة تقريبا عنده وزنه كم وزنين كيلو إذن هو عنده وزن زائد عنده سمنة فقد تكون هذه بعض الأثار الجانبية من السمنة قد تكون فيه حاجات في الصدر فحنا لازم يشوف الدكتور صدر الأول نستبعد أمراض الصدر عنه ونشوف إذا كان دي من السمنة بنقوله بيحاول يخص شوية لأن دي في أول حلقة زي ما قلت بعض السمنة بتؤثر على كافة أجهزة الجسم ده فيه ناس تجيلها بالليل خنقة مش قادر ياخد نفسه نفسه يأخذ يتقف مرة واحدة واضطر يحطوه على جهاز أول ما يحس إن هو تجيله الأبنية دي أو الأفشة دي يبدأ هو الجهاز يشتغل ويدي التنفس للإنسان يعني مشاكل سمنة كتير جدا من ضمنها على الجهاز التنفسي فدي بعض قد تكون الأول فهو الأخ بالنسبة للمشاهد يكشف الأول صدر الأول عشان يتأكد إن ما فيش حاجة في الصدر عنده وبعد كده نشوف ربما يكون هذي سببها من أثار السمنة أو بعض الحاجات الأخرى قد تكون سبب لي ألو طيب فده من بعض المشاكل اللي فيها فلما بدأ كله واشربه ولا تسرفه يبدأ فيه عقاب هاكل مثلا هاخد مثلا على سمزة ملح كتير يوم يجي لي ضغط وبالتالي هخش في الضغط ومضاعفاته وأثاره على كافة أجهزة الجسم يبقى عشان علج الضغط أضطر لازم أخد أدوية وبعض الحاجات الأخرى كتير جدا هاخد المواد النشوية أو السكريات كتيرة هتبدأ تتخزن في الجسم مع الهيئة الطاقة دايما النشويات والدهون بيخزنوا في الجسم المكان اللي هو بيبقى الطبيعي لهم أن النشويات بتحول إلى دهون وتخزن على هيئة نسبة من دهون في الجسم وذلك في بعض الأجهزة بتقس نسبة الدهون في الجسم طبيعي الراجل فينا من حوالي أقل من 25% بيبقى فيه دهون لو بدأت عملية بتزيد إذن النسبة عنده عالية جدا أو أكتر من حوالي من 20 إلى 25 بيبدأ فيه نسبة دهون عالية جدا في الستات بيبقى النسبة للدهون الناس اللي ما عندهم سمنا بيقى أحوالي أكتر من التلت تقريبا من تلت وزن الجسم دهون جوه تحت الجلد وفي الأحشاء وفي كل أماكن الجسم فالحاجات الطاقة الزيادة اللي بيخدها أنا نتيجة أكل النشويات الزيادة تتحول إلى دهون بعد ما بتكسر قلنا ربنا جعل الهضم ده إن أنا أفتت المواد الغذائية إلى العوامل الأولنية عشان يبدأ الجسم يتعامل معها يبدأ ياخد النشويات والدهون يستخدمها في الطاقة اللي هو بتساعد على الحركة والدفء الجسم وآخره البروتينات يبدأ يحولها إلى أحماضها للأمانية الأولنية ويبدأ الجسم يعيد ترتبها وترتب هذه الأحماض ياخدها تاني ينتصها ويبدأ يودها للكبد أو الأجزاء الأضاء المختلفة من الجسم يبدأ يعيد ترتيب هذه الأحماض الأمانية عشان يطلع البروتينات اللازمة وعملية البناء اللي أنسجها في الجسم الفيتامينات والحاجات دي كلها دي ربنا خلائها عشان عوامل بتساعد على عملية الهضم أو تمثيل الغذائي فهاني دي من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها في هذا الشأن ألو؟ سلام عليكم السلام وتخدر زيك وتساعد لي الله يخليك أنا ممكن يكلم دكتور لو سمحتك اتفضل أنا معاك تفضل سلام عليكم إزاي يا دكتور يا أهلا بيك إزاي حضرتك الله يخليك كل سلام طيب تصدر حضرتك أنا عندي الله يخليك وتحضره طيب الصحة والسلام أنا عندي 55 سنة يا دكتور تمام؟ ربنا ندوصي وعندي الضغط وباخد له علاج يعني والضغط بزبط الحمد لله بس عندي المعدة تعبانة والقولون القولون دائما فيه انتفخيات باستمرار والمعدة دائما بعد الاكل كده بحس بألم في الصدر في عظم الصدر نفسه كده من فوقه باستمرار يعني وفيه ألم جامد مكان المعدة نفسها حضرتك مكان المعدة نفسها؟ ده بقى مكان المعدة نفسها كده بحس بألم جامد حضرتك بقى له شغور ولا أيام ولا الوضع إيه بالظلط؟ لا ده بقى لها فترة طويلة جدا وخدت لها علاج أكتر من مرة حضرتك تمام؟ باخد زوركال وباخد انتودين تمام ده من نسبة للمعدة وباخد لولجستين للقولوس بس مجرد اللي انا وقف العلاج حضرتك القلم بيرجح تاني بس مشكلة السدر دي اللي تعباني لبعد الاتل بحس ان فيه قلم بيحصل في السدر كده وبحصل لكاتنا في السدر وبحس بالقلم ده في السدر كله حضرتك بالنسبة للمساد عادل يعني الواضح ان عنده مشاكل مزمنة في المعدة والواضح انه اخد بياخد ادوية كتير ويقاله فترات طويلة دايما في استخدام الادوية والحياة دي كلها احنا لازم نشخص الاول المرض عشان اقدر اشوف حجم المشكلة عندي قد ايه ووقت وكمية العلاج اللي انا هديها مفروض اديها العيان قد ايه دي المشكلة عندي انا وانا بدأت ااخد وقت اديت يعني اجتبعت في تشخيصي اندال تابعت في المعدة او في المرية او في الاثنى عشر والديت علاج المخروض في استجابة لهذا العلاج ما كانش في استجابة يبقى لازم انا اقف خطوة وابدأ اشخص تشخيص قد يكون تشخيص صح قد يكون التشخيص خاطئ او محتاج اعمل بعض الفخص الاخرى عشان اخاطر اوصل لي المشكلة عنده اه هو عنده مشكلة معده وعنده مشكلة قولون ان هو برضو فيه انتفاقات فيه غزات جدا اه في الحال دي انا بنطلب منه بعض الحاجات زي بنطلب منه منظر معده عشان اشوف حجم المشكلة ادي عنده هل هو التجامة مره هل هو التبات في المعدة هل هو التبات في الاثنى عشر انا هدي علاج لمدة هدي ايه هتوقف امتى عن العلاج لان كل حاجة ليها وقت وليها وقت محدد لازم اشوف دايما انا بقول دايما الاكتشاف المبكر لاي شيء في الدنيا بيديني الفاسيليتز او الوسائل لانا ادخل اعالج باكسر من وسيلة وبيعد مني الطريق مفتوح اقدر اعالج باي وسيلة وبختار هذا الكلام كل ما بيزاخر المريض في التشخيص كل ما النوافذ والابواب اللي انا بقدر استطيع ادخل منها تبدأ يعني يتقفل واحد باب ورا باب ورا باب لارة اللي بيجي ممكن اعيان نجيلي في الاخر خالص في في درجة انه مقيد اليدين والقدمين فيها مش قادر اعمل له حاجة خالص نهائي ده الكلام ده قعدة عامة بنقولها في كافة الامراض الجسم في كافة التخصصات الجسم يعني انا مكون عندي ورم واكتشفه مبكر غير ما واكتشفه في مرحلة متأخرة غير اما واكتشفه في مرحلة بيكون في الورم انتشر وراح لاجزاء تانية من الجسم لحد كلها دايما اما بالروح للدكتور بيبقى من فضلك دايما مش عاوز دايما المريض يجي يقول لي انا معديش بتوجعني انا قولون بيوجعني لان هو يسيب كلمة معدة او قولون للدكتور هو اللي يقولها انت وظفتك انك بتخش للدكتور بتوصف له ما يحدث عندك دايما عبنك مصريين الحقيقة انا بلاحظه دايما انا رايح بازول مريض في بيته عمال يقول لي الكورونا يا سيدي انت قول لي ايه المشكلة اللي عندك اللي انت استدعتني فيها ان انا اجي اشوفك او انتقل الى بيتك عشان اهزل المشكلة انا عاوز دايما المريض اما بييجي للدكتور هوش مصالب انه هو يقول تشخيص ولا مصالب يقول انه هو عضو معين بيوجعه لان لا المعدة بتتكلم ولا القولون بيتتكلم ولا القلب بيتكلم ولكن هناك اعراض انا ابدأ اخذ الشكوى من هذا المريض وابدأ اسأله بعض الاسئلة التوجهية الاخرى عشان اقدر اوصل لتشخيص ايه اللي عنده المريض بالزبط فاللي من المريض اما بيروح للطبيب من فضلكم تاني بيأكد هذا الكلام ما انتش مطالب انك تقول انا المعدة بتوجعني ما تقولش المعدة بتوجعني خلص نايا انت تقول لي انا بحس بقلم مثلا في المنطقة دي اما باكل بيحصل كذا او بعد ما باكل بيحصل لي كذا او بعد ما بخش الحمام بيحصل لي كذا اوصف الاعراض لان انا وظيفتي كطبيب لازم اسمع منك كويس واجيد اسمع منك وابدأ اصطمت اي جزء من اجزاء الجسم هو المريض المريض اما بيدخل على الطبيب فينا هو كتاب بطنة من الجلدة للجلدة انا مطالب ان انا ابدأ اقول ايه هو هفتح على اي شبطر على اي مرض وقول له هو ده المريض ازاي هذا الكلام اما بيجي ايه عيان يقول لي مثلا انا عندي نهجان النهجان ده قد يكون عنده حاجة في الصدر بقى مرض الصدر مختلفة قد يكون عنده حاجة في القلب قد يكون عنده حاجة عامة خالص عنده انيميا هيول نهجان يبا اذا انا مطالب فيه ثلاث اجهزة مختلفة قلب صدر حاجات عامة يبقى لازم ادي اسئلة موجهة بحيث ان اعرف النهجان ده سبب هو ايه هل هو صدر مرض الصدر يبقى ابدأ اشوف ايه الامراض الصدر اللي بتجيب هذا النهجان هل هو حاجة في القلب اشوف ايه الحاجات اللي بتجيبها لو حاجات اخرى تانية ابدأ اشوفها وابحث عنها فدايمن المريض زي ما قلنا اللي بيخش المريض هو في الكتاب بطنة مقفول من الجلدة لجلدة انا مطالب ان انا اخش على المرض بتاعه او اوصل للمرض بتاعه عشان اعالج صح الطبيب الماهر مش بيكتب العلاج الكويس لا يشخص كويس الفرق بين طبيب واخر هو في التشخيص انا لو جالي عين مريض شكى من الم في المنطقة دي وقال لي فيه الم في المعدة دكتور قال له ده احتمال دي يكون خرحة في المعدة وده له علاج للخرحة ودكتور قال بثاني قال له لا اعمل لي الاسم قال لي ما اعمل لها دي كلها لا انا محتاج اصرها ولا يدي له حاجة في القلب لان هذا الالم قد يكون الم في المعدة فعلا قد يكون الم في القلب لو انا مريض للقلب انا اديته علاج معده وشخاصه علاج معده قد تؤدي الى مخاطر لا يحمل عقباه فدايما الفرق بين الطبيب الماهر والغير الماهر مش في العلاج العلاج كلنا هنكتبه واحد زي بعض انا النهاردة هكتب علاج لخرحة المعدة او الاثنى عشر زي زي الطالب اللي بيعلمه في الكولياليست باكاروس بقوله الخرحة بنعليكها بكذا وبكذا وبكذا فهو بيعرشد حاجاته بيكتبها زي بالظبط لكن الفرق بين الطبيب الماهر والغير الماهر هو في تشخيص للمعرض لو شخصت صح عالج صح فدايما منفض لكم دايما يعني النصيحة بقولها في اخر الحلقة انت اما بتروح للطبيب ما انتش مطالب انك انت تقوله ان انا معدتي هي اللي بتوجعني او قولوني اللي بيوجعني كل شيء للمعدة اللي هل لسان بيتحدث ولا قولون اللي هل لسان بيتحدث ولكن هناك اعراض وانا دوري ان انا اربط هذه الاعراض اللي هو الترابط دي تمشي مع ايه يعني واحد بيجي له اللم في بطنه اللم ده قد يكون ايه قد يكون مغص معوي قد تكون التهمسا بانكرياس قد يكون مغص كالوي قد يكون حاجة تانية خالص بتأسف فيه فانا دوري ان انا اسأل الاسئلة الموجهة اللي هي بتساعدني على تشخيص بدقة سبب هذا الالم ايه يعني الالم بيجي مع سماع اسهال بانا بقوله ده والله ده قولون الالم بيجي مع حلقان بول لحد كلها ده بقول ده الجهاز البولي عنده فيه 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 مشكلة وهكذا فدايما زي ما قلت في هذه الحلقة دايما بنحاول انت دورك انك انت توصف للدكتور ما تشكو منه او ما تحس به ليس دورك انك انت تقول اي تشخيص خالص وفي ختام الحلقة بنتمنى للجميع الصحة والسعادة وكل عام وانتم بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة